السلام عليكم أهلا وسهلا بخوان المتابعين سبقا شرحت في قناتي في اليوتيوب في مقطعين بشرحة طويلة شوي عن طريقة كنز التمر واليوم سوف أشرح من جديد بطريقة مختصرة وطريقة لمن لا يعرف كمية الماء التي يضعها على التمر أولا يجب أن يكون التمر ناشف وليس رطب لينة جدا وليس يابس كالحصى وإنما مجرد ناشف أن يتمسكه وتضغط فلا ينضغط معك بسهولة وكذلك لا يخرج منه سوائل أو دبس ليونته عندما تستري تمر تقوم بتنقيته من التمر اللينة تجعله على جنب والتمر الجافة جدا وكذلك التمر الذي مأكول من العصفير مثلا وبعد التنقية أيضا تشيل الأقماع هذه بقدر ما تستطيع لها كي يسمح بدخول الدبس وخروج الدبس من الثمر بعد ذلك تقوم بغسل التمر تحت شعة الشمس وقت الظهيرة في شبك يسمح بخروج الماء من تحت ولا يكتفى فقط بنفقه بالهواء كما يفعل البعض بعد أن غسلنا التمر من احتمالية تعرضه للأتربة والغبار وكذلك للجراذي والفئران اللي يكرمكم وكذلك القطط والحشرات والسلاصير لا تدرون بالمزارع ما الذي فيها من حشرات فليس نظيفة 100% للتأكد لابد من غسله هذه نقطة مهمة والغسل يكون بضخ قوي وسريع حتى لا يتعرض التمر للتلف وكذلك يعرض بشمس يكون وقت الظهر من الساعة واحدة الظهر فنتركه حتى الساعة ثلاثة الظهر ساعتين يكفيه إذا كان منشور بشكل خفيف وبشكل مائل حتى ينزل الماء من هذا الشبك بسرعة أكبر ثم ننتقل للمرحلة الثانية هو كنزه بالأكياس ولعرض نتائج من طريقة بكنز التمر هذا سكري محطوط معه للسمسم وكذلك الشمر شوفوا ما شاء الله هذا هو أسبوع الآن وهذا أيضا طريقة أخرى يعني نفس الطريقة للكنز بلكن بدون إضافات وهذا تمر كما نراه شبه عدم عند الناس وهو تمر الخضري وهذا الخلاص كله الحمد لله من إنتاج مزرعتنا لمن يتابع السناباتي وفيديواتي عن طريقة حنايتي بالمزرعة هذه النتيجة هذا الخلاص وهذا كنزه ويلاحظ الدبس ما شاء الله موجود والكنز وكله بالبيت شغل نظيف وشغل مرتب وغير متعب وممتع إلى كميات قليلة ولله الحمد تابعونا في إكمال هذا المقطع أهلا بكم أخوان المتابعين بعدما قسلنا التمر وتركناه منشورا تحت أشعة الشمس لمدة ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات أخذناه على طول مباشرة من الشبك الأصفر الذي كان فيه إلى الكيس مباشرة بدون إضافة أي مياه وهذه الطريقة التي أحببت أن أخبركم بها خاصة لأن فيه كثير من المتابعين يقول أنا لا أعرف مقاس التمر الماء الإضافة للتمر فهذه الطريقة سهلة وناجحة الحمد لله وتستطيع أن تتعامل بها مع جميع أنواع التمر بحيث أنك تغسله وتنشره بالشمس حتى يلين وحتى يجف قليلا من الماء ثم تضعه مباشرة ونلاحظ هنا أن الدبط من بداية الأمر داحظ أن الكيس غير ممتع لبعض الناس يعمل الكيس أنا طريقة ما أعمل الكيس أترك ثلث الكيس الأعلى فاضي علشان إذا رصيناه ما يكون الكيس متين إذا رصيت وإنما يكون الكيس يعني سمكه قليل حتى يتناسب مع حجم الحجم الكيس ويخرج الهواب الكامل منه في نفس الوقت عملية الرص تكون سهلة خاصة في المنازل لا يوجد عندكم أثقال في المصانع عندهم يعني مكابس هيدروليكية أو عندهم خزنات ما وزن الواحد منها عشرة طن أما في البيت فأنت عندك طابو عندك بلك عندك برميل ما صغير فلا تمتن سمك الكيس ثم تعجز عن رصها والطريقة أن تترك ثلث الكيس فاضي حتى ينزل تحت بعدما انتهينا من ربط على كياس نقوم برصها بأي أشياء عندنا نمكن نرصها مشي يكون كل أربع أكياس عليها ثقل لا يقل عن 30 30-50 كيلو برميل ما شي يعني بلك تدبر عمرك في البيت يعني بأي شي ترصه والرص مفيد في تشكيل الكيس وفي إخراج الهواء من الكيس وفي إخراج الدبس أيضا وفي أنه تكون الكيس يعني لما تحملها تكون متماسكة والتمر يدبس بشكل جميل ويكون الرص في الشمس في لمدة خمسة أيام مع كل وجه ثم بعد ذلك تدخلها داخل المنزل ولا داعي لحفظ المكنوز بالفريز إطلاقا وفي بعض الناس يقول أنه يتغير لونه هو يتغير لونه طبيعي مع الدبس ومع التفاعل هذا يتغير لونه يعني حاليا أنا أحب النفع المسلمين وأن يعني تشترون أنتم من السوق 100 كيلو 120 كيلو مثلا وخلاص وتجي 14 كيس وتكفيك وتكفي هلك وتكفي والديك وتكنزها أنت في البيت يعني كلها نص ساعة ساعة زمن وأنت مخلص وشغل نظيف وشغل على يدك وغسل الماء وحركات ورح تحس يعني ولا تخاف أنه لن ينجح أي كنز للتمر بين الله ناجح وقليل ما يفسد نقول قاعدة للماء أكثر ما ممكن تضيفه بيالتين لكل كيس 4 كيلو بيالتين لكل كيس 4 كيلو هذا أكبر كمية